مانكم انا عاوز ايه عاوزكم تاخدوا بالكم النطق بتاعها عشان انا بسمحها كتير اوه في حاجات بتتقال على لسان المصريين فقط ميدن ايجيبت فقط المصريين فقط هم اللي بيقولوها كده مش عارف ليه السبب يمكن هو لحن عام لحن عام يعني خطأ عام الله اعلم زي مثلا ايه تسمع اتنين بيقولك ايه رحم الله امرئن دايما نقولها امرئن مش عارف جابوا امرئن دي من اين الله هي رحم الله امرأن لانه مفعول بيه انت جرتها ليه اللي رحم الله امرئن عارف قدر نفسه لا يا حم الحق اسمعه رحم الله امرأن عارف قدر نفسه بس هو المصريين اللي خايفين من كلمة امرأن تلحس انت بقى واحدة ستة يعني لا امرأن يعني راجل واحد تالي يقولك بس يا عام وكافى الله المؤمنين شر القتال يا ابني ما فيش حاجة اسمها شر القتال في الاسلام وكافى الله المؤمنين القتال شيل كلمة شر قوله القتال ما هو الشر إذا كان في سبيل الله ودفاعا عن الوطن وعن حدودنا يبقى ده أحسن ده أرجل أرجل صفة وكان الله قويا عزيز طب الآية هنا بقى وما ملكت إيه أيمانو أيمانكم لإن أيمان ده هي اللي فاعل مين اللي ملكت ده فعل ده فعل اسمه ملكت شفت إزاي والتالي التأنيس أيمانكم هنا فاعل فاعل أيمانكم يبقى التلم فاعل يبقى مرفوع بالضم أيمانكم تمام ملكت أيمانكم دي حاجة أمان لابد ده كان نظام اجتماعي موجود قبل اليهودية والمسيحية والإسلام وعدت على اليهودية وكان فيها جواري وما ملكت أيمانكم اللي هما الستات الأسيرات المملكات زي الأنسى العبد يبقى العبد لما بيكون راجل اسمه عبد طب لما بيكون وحدة ست اسمها أمة أمة الأمة دي بقى بتبقى ملك يمين آه ملك يمين ملك يمين يعني إيه يعني ملكي بتاعتي ملكية خالصة زي ما تقول النهاردة دي ورقة انت عارفين كلمة ملكة أيمانكم البديل بتاعها كلمة إيه دي متسجلة في الشهر العقاري فعشان أقول لك إيه أنا عندي شقة في المكان الفلاني تقول لي والله يقولك وتقول لي بتاعتك قولك أيوة دي متسجلة في الشهر العقاري يعني كإني كلمة منسجلة في الشهر العقاري يعني شيء ملكي أنا حر فيه بمجب المجتمع وحماية المجتمع يبقى ملكة أيمانكم يعني شيء مملوك لي أعمل فيها اللي أنا عايزه أدي معنى كلمة ملكة أيمانكم دي كان يشترط فيها علشان تحصل خمس شروط الشرط الأول أن المجتمع يكون بيسمح بدا الشرط الثاني أن هذه المملوكة باليمين ما تكونش حرة وتأثرت لا تكون أسيرة حرب أسيرة حرب بين المسلمين والكفار أيا كان الكفار رقم ثلاثة أن يكون الكفار بيعمله بالمثل يا خم أربعة أن يكون ولي الأمر يسمح بذلك رقم خمسة أن ما تكونش مسلمة فإن أسلمت فك ما يسمى بملك اليمين أدي خمس شروط قلتهم لك عشان يعني معنى كده أن ولي الأمر طالما لا يسمح والمجتمع لا يسمح بطل بقانون عصبة الأمم المتحدة وبعد كده بقى الأمم المتحدة وكان قبل كده بإعلان جورج واشنطن في أمريكا أو الدولة أبطالة الرق في العالم مش لها علاقة بالنظام الديني أمال الإسلام يتكلم عنها ليه عشان ينظم العلاقة بيها لأنها موجودة في المجتمع والمجتمع كله متعارف عليه فالإسلام رح عامل إيه قعد يفتح المصاب يفتح المصاب يفتح المصاب زي نهر النهر ده بيطلع من حتة وبيسقط في حتة فالحتة اللي بيطلع منها اسمها المنبع والحتة اللي بيسقط فيها اسمها المصاب ولذلك بنقول مثلا أسيوبيا دولة منبع للنيل ومصر دولة مصاب فالإسلام دي المنبع ووسع المصاب يعني خلى ممنوع أن واحد يأسر وحده وممنوع أن المرأة تتاخد أسيرة وممنوع أن الواحد يأسر حر وممنوع كل منع الرق بشكل عام ييجي بقى الإسلام على المصاب المصاب بقى ووسعه إزاي قالك لو حلفت يمين اعتق رقبة عاوز تدخل الجنة اعتق رقبة اللي عاوز يهرب من النار فك رقبة يقولك فلا اقتحم العقبة فلا أدراك أو ما أدراك معها فك رقبة اعمل كل كفارة جعل في مقدمتها فك رقبة القتل الخطأ يبقى عدقرة وهكذا زي ما سمعتم حضراتكم احنا بنعرف ونتعلم أن الإسلام اتعامل مع ملكة أيمانكم وأكتر دولة بتحترم الإنسان في نظري هي المملكة العربية السعودية سمعوها وعوها لأن هذه الدولة بتحترم الإسلام وطالما بتحترم الإسلام يبقى بتحترم الإنسان أيوة في ممارسات خاطئة كان لسه إمام الحرم النهاردة بيقولك في كل دولة في العالم في ممارسة خاطئة ولكن الحمد لله رب العالمين الإيجابيات في احترام الإنسان والإيجابيات المتخزة في احترام وكفالة الدستور الإسلامي لكل أفراده الحقيقة موجودة في المملكة العربية السعودية لها كل الاحترام متقدير ولا يوجد عند ملك السعودية يا حج ليلى جواري ولا عبيد اسمعوها مني وحضرتكم يعني بقولكم كلام أنا وثق من كل كلمة فيه ورأيت بعيني هذا لا يوجد فيه عنده الخادم الحرمين لا جواري ولا عبيد يوجد ناس شغالين في أي زي أي ملك زي أي رئيس كده وبيكرموا آخر كرم كرم يعني لو أي حد عرف يقولك يا ريت نشتغل هناك أي حاج فطبعا الحمد لله رب العالمين لا فيه جواري ولا فيها عبيد ولا حاكم ترجمة نانسي قنقر